تشهد ليبيا هذه الأيام موجة برد منخفضة ضربت العديد من المناطق وخاصة في المنطقة الشرقية وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية فإن الموجة ستستمر حتى يوم غد السب واستريح ناشطة وقوية قد يصحبها تساق أثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر وأكدت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية حدث موجة برد تشمل مناطق شمال شرق ليبيا ويمتد تأثيرها إلى مناطق شمال غرب ليبيا حيث يسجل انخفاض في درجات الحرارة وسط سقوط أنطار غزيرة ورياح قوية كما دعت الإدارة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أثناء التنقل بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسود أقلب المدن حصا على سلامتهم ولعل أكثر المناطق التي شهدت انخفاضا شديدا في درجات الحرارة منطقة الجبل الأخضر مما تسبب في سقوط أنطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسط سقوط الثلوج مما أدى إلى أغلاق غالبية المدارس وحيث شهدت المنطقة عواصف قوية مما دفع مدري مدارس إلى أغلاقها خوفا على التلاميذ وتسببت الأمطار وتساقط الثلوج أيضا في إغلاق العديد من الطرق كما سدى مظهر السيارات العالقة في غالبية الشوارع بمدينة البيضاء وشحاد فيما غرقت الطرق بمنطقة الأبرق بالمياه مما تسبب في عدم تمكن السكان من الخروج من منازلهم هذا وطلبت غرفة الطوارة بمدينة شحاد من المواطنين ضرورة تتوخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيولي والأودية